لا يلبث التصعيد بين الولايات المتحدة من جهة وإيران ووكلائها في العراق من جهة أخرى أن يهدأ حتى يستعيد وطيرته المتصاعدة مرة أخرى في هجوم هو الرابع من نوعه خلال هذا الشهر عاودت الميليشيات الموالية لإيران قصفها على المنطقة الخضراء وسط بغداد مستهدفة السفارة الأمريكية لتحلق المروحيات الأمريكية فوق المنطقة التي تتعرض بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ تحمل رسائل إيرانية واضحة وإن كانت في الغالب لا تخلف أي أضرار أو خسائر لكنها تأتي في سياق التصعيد الحاصل بين الطرفين لا سيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد مطلع هذا العام وبينما تعول قيادات الحرس الثوري الإيراني كثيرا على الميليشيات التابعة لها في العراق وفي مقدمتها ميليشيا حزب الله لتنفيذ سياساتها التوسعية تشدد واشنطن على أنها لن تتسامح مع الجهات التي تشن هجمات على قواتها والقوات الحليفة لها هناك وفي سياق سياسة رد الفعل الأمريكي على الهجمات تفيد تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن تعتزم إدخال منظومات دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة ومنظومات أخرى مضادة للصواريخ الباليستية لحماية قواتها ومصالحها في العراق من الهجمات الإيرانية ومن المتوقع أن تشهد ساحة الصراع الأمريكي الإيراني في العراق تصعيدا في حدة الهجمات المتبادلة مع احتمالات لجوء الولايات المتحدة إلى سياسات جديدة تتخطى رد الفعل إلى سياسة أكثر ردعا تهدف في النهاية إلى ترسيخ وجودها في العراق عبر تقويض القدرات الهجومية للميليشيات الحليفة لإيران من خلال شن المزيد من الضربات الاستباقية